السوق حيز الخدمة بعد ترميمه ليأخذ شكلاً هنتسياً جديداً ونمطاً معمارياً يتماشى مع طابعه الاقتصادي في باحة السوق انطلقت فعاليات تدشينه تحت إشراف والي نواكشوط الغربية وتعد هذه المنشأة إضافة نوعية في البنية التحتية لمدينة نواكشوط تساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية إن هذا المشروع يعد إنجازاً جلياً للفئات الهشة كما يشكل ترجمة حية لما يوليه فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في سبيل إسعاد المواطنين عموماً وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص سبيلاً للرافع من مستواهم الاقتصادي والمعيشي هو ما تساع حكومة صاحب المعالي الوزير الأول محمد البلاد مسعود إلى تجسيده على أرض الواقع في ضوء برنامج فخامة الرئيس الجمهورية يستفيد من السوق الجديد أكثر من مئتي تاجر المشروع الذي طال ما حلم به التجار بعد سنوات مما يقولون إنها الفوضوية والارتجال ولأننا كمجموعة من الملات واكبت جميع المراحل ورحاقه فإننا نعتبر أن قرار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بتسليم السوق لأصحابها هو قرار تاريخي وهو تجسيد فعلي لمعنى الإنصاف تسلم عدد من التجار مفاتيح الدكاكين إذانا بدخول السوق الذي يعد إنجازا ثمنه المستفيدون وخطوة في الاتجاه الصحيح سمينوا هذا العمل وهذه الدفتة الكريمة التي كان حلمنا دائما وأبدا وناضلنا من أجله وآنا حصلنا على هذه الدفتة وعلى هذه النتيجة نحن نقول رئيس الجمهورية يكون أعلننا الذمن ولوهذا العطاء السخي العدر لنا هذا السوق مليان من الأرامل مليان من الليتام مليان من المساكين مليان من جميع الموريتان أنا نقول له موريتانيا مصغرة بعدها تلقى الوالي والوفد المرافق لها شروحا عن السوق والمعايير المتبعة في إنجازه مطالبا بالحفاظ على المنشأة التجارية الحضرية الهامة محمد عمر بلول الموريتانيا أنواك شوط